السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم هو خوارزمية بيور مور لمطابقة النمط أو البحث في النصوص بوير مور باتر ماتشنج ورسترنج سيرتشنج القرثم طورت هذه الخوارزمية من قبل العالمين روبرت بوير وستروتر مور في عام 1977 وتم في سنوات تاحقة إجراء تحسينات عليها ولهذا أخذت التسمية بي ام باتر ماتشنج القرثم خوارزمية بوير مور فعال البحث عن الأنماط في النصوص وتعد المعيار الأساسي لأدبيات البحث عن السلاسة العملية تستخدم هذه الخوارزمية استدلالين لتخطي المقارنات غير الضرورية بين النص والنمط الاستدلال الأول تبدأ الخوارزمية المقارنة من آخر حرف النمط وتتحرك للخلف والاستدلال الثاني إذا كان حرف النمط A غير مطابق مع حرف النص B إذا لم يكن حرف B موجود في النمط فإنه يتم تحريك النمط إلى ما بعد B تماما عدى ذلك نقوم بتحريك النمط لمحاداة الحرف B مع آخر تواجد لB في النمط وسأقوم بتوضيح هذه الحالات من خلال المقاطع التالية لنفرض أن النص ABBX إلى آخره C وأن النمط هو ABCC حسب خوارزمية BM نبدأ بمقارنة C مع X وحيث أن الحرف X غير موجود في النمط فمن المنطقي أن نحرك النمط لما بعد هذا الحرف أي أن المقارنة التالية هي ABCC من جديد نقارن C مع Y وحيث أن Y غير موجود في النمط نقوم بتحريك النمط إلى بعد الحرف Y ABCC وهكذا في المقطع الثاني B تساوي B C تساوي C T لا تساوي C وT غير موجود في النمط وبالتالي نقوم بتحريك النمط إلى ما بعد هذا الحرف ABCCB حيث أن أي مقارنة تحتوي على الحرف T غير منطقية في هذا المثال B تساوي B C تساوي C C لا تساوي B B هي حرف النمط أو التالي يجب تحريك النمط لمحاذاة الحرف B مع آخر تواجد لبيه في النمط ولمعرفة كيمة التحريك في هذه الحالة يجب إعداد جدول يسمى جدول مطابقة للحروف السيئة Bad Mash Table تختلف خوارزمية BM عن خوارزمية القوة الغاشمة أو الخوارزمية السادجة Brute Force أو Naive Algorithm أنها تحتوي على مرحلة معالجة مسبقة Pre-processing Stage المعالجة المسبقة تتم على النمط فقط أي أن المدخل المعالجة للمسبقة هو النمط بقياس M نقوم بإعداد جدول مطابقة للحروف السيئة Bad Mash Table كما يلي لا يحتوي جدول مطابقة السيئة على أي أحرف متكررة يجب أن لا يحتوي الجدول على أي قيم سالبة أو قيمة صفر أي أن أقل قيمة هي واحد ويتم احتساب كل قيمة في الجدول حسب المعادلة التالية Max من بين واحد أو M ناقص I ناقص واحد حيث I هي المؤشر الحقيقي للحرف في النمط وسأقوم توضيع عملية الحصول على جدول مطابقة السيئة من خلال أمثل التالية في هذا المثال لدينا البتن ABCDE طول البتن M يساوي خمسة نخصص لكل حرط لجدول مطابقة السيئة خلية وكذلك نخصص خلية ستار للحروف الأخرى محتوى هذه الخلية يساوي طول النمط خمسة نحصل محتوى كل خلية حسب المعادلة التالية Max واحد M ناقص I ناقص واحد فارس الحرف A هو صفر خمسة ناقص صفر صفر ناقص واحد أربعة الأكبر بين واحد وأربعة أربعة للحرف B خمسة ناقص واحد أربعة ناقص واحد ثلاث وهي أكبر من واحد للحرف C خمسة ناقص اثنين ثلاث ناقص واحد اثنين وهي أكبر من واحد للحرف D خمسة ناقص ثلاث اثنين ناقص واحد 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 تساوي واحد للحرف E خمسة ناقص أربعة واحد ناقص واحد صفر الأكبر بين واحد وأصفر هو واحد كمثال آخر لنفرض أن النمط هو ABCCB أيضا هنا M تساوي 5 لاحظة الحروف الموجودة في هذا النمط هي ABC في جدول مطابق السيء لا يوجد حروف متكررة نخصص خاني الحروف الأخرى بقيمة 5 الآن نبدأ بحساب القيم للحروف في الجدول الفارس لـ A0 5-0-1-4 لـ B5-1-4-1-3 لـ C5-2-3-1-2 هنا لدينا C مرة أخرى والقيمة لها 5-3-2-1-1 وبالتالي نقوم بتعديل هذه القيمة إلى 1 لدينا B مرة أخرى 5-4-1-1-0 الأكبر بين 1-0-1 أي أنا نعدل هذه القيمة أيضا إلى 1 في هذا المثال M تساوي 8 الحروف فيها ABCDE ستار للحروف الأخرى طول النمط يساوي 8 لـ A8-0-0-1-7 لـ B8-1-7-1-6 لـ C5-D4 الآن لدينا D مرة أخرى 8-4-4-4-1-1-3 نعدل هذه القيمة إلى 3 C مرة أخرى 8-5-3-1-2 نعدل هذه القيمة إلى 2 لـ E8-6-2-1-1 وبالتالي فينا جدوى المطابقة لهذا النمط هو 7-6-2-3-1-8 بعد الحصول على جدوى المطابقة للنمط نبدأ بعملية البحث في النص وسنستعين بجدوى المطابقة لمعرفة عدد المواقع التي يجب القفز عنها لنفض أن النص text هو The capital of Jordan is a man ولنفض أن النمط button هو a man طول النمط M يساوي 5 أول خطوة نقوم بحساب جدوى المطابقة السيئة للنمط الحروف فيها A-M-N ستار للحروف الأخرى هنا نوضع القيمة 5 5-0-0-1-4 M-5-1-4-1-3 M موجودة مرة أخرى 5-2-3-1-2 نعدل هذه القيمة لتصبح 2 A مرة أخرى 5-3 الفارس لهذا العنصر 2-1-1 نعدل هذه القيمة إلى 1 والحرف N فارس N هو 4 5-4-1-1-0 القيمة الأكبر بين 1-0 هي 1 حيث أن الجدول لا يجب أن يحتوي على صفر أو قيم سالبة هذا هو جدول المطابقة السيئة للنمط أمام الآن نبدأ بعملية البحث نقارن N مع C C لا تساوي N والحرف C غير موجود في الجدول المطابقة السيئة Bad match table ولهذا نبدأ بتحريك النمط خمس حروف الأمام بما أن الحرف C غير موجود في النمط فمن غير منطقي إجراء أي مقارنة أخرى بين أي من حروف النمط والحرف C أي أننا يجب أن نحرك النمط إلى ما بعد الحرف C نحصل على قيمة الفارس الجديد بزيادة هذه القيمة من جدول المطابقة السيئة مع قيمة الفارس الحالي 0 الآن نبدأ بالمقارنة التالية N لا تساوي A إلا أن A موجود في جدول المطابقة السيئة قيمة A في الجدول 1 أي أننا نحرك النمط إلى اليمين بموقع 1 لاحظ عند تحريك النمط إلى اليمين بموقع 1 ستصبح A في النص محادية لأول تواجد لA في النمط في المقارنة التالية N لا تساوي L L غير موجودة في جدول المطابقة السيئة وبالتالي نحرك النمط إلى اليمين خمس مواقع 6 زائد 5 11 أي أن النمط سيتحرك إلى ما بعد الحرف L نقارن N و J غير متساويتين و J غير موجودة في جدول المطابقة السيئة نحرك النمط إلى اليمين خمس مواقع 11 زائد 5 16 الآن نقارن N مع N A مع A D لا تساوي M وحيث أن D غير موجودة في جدول المطابقة السيئة نحرك النمط خمس مواقع إلى اليمين 18 زائد 5 23 أي أن آخر حرف النمط سيكون محاذي الحرف S في النص نقارن S و N غير متساويتين و S غير موجودة في جدول المطابقة السيئة نحرك النمط إلى اليمين خمس مواقع 19 زائد 5 24 أي أن النمط سيكون تحرك إلى ما بعد الحرف S نقارن A و N غير متساويتين إلا أن A موجودة في جدول المطابقة السيئة قيمة A هي 1 نحرك النمط إلى اليمين بموقع 1 تطابق كامل نعود بالفارس 25 موقع التطابق التعقيد الزمني في خوارزمية BM هو Big O N M هذه هي أسوأ حالة Worst Case وفي أحسن حالة Best Case فإن التعقيد الزمني هو Big O N على M تظهر هذه الحالة إذا كان الحرف النمط غير متساوية مع الحرف النص والحرف النص غير موجود في جدول المطابقة السيئة في هذه الحالة نحرك النمط إلى اليمين بمقدار M موقع ملاحظة أخيرة بالنسبة لخوارزمية BM كلما كان طول النمط M أطول كلما كان أداء الخوارزمية أفضل شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته